أكو بعض العبوات الناسفة اللي تتفجر وتأذي الناس وتترك وراها ضحايا ولكن بشكل أكبر في منطقة العدنانية المخالفات اللي تركها تنظيم داعش الإرهابي يحرم الناس من العودة إلى ديارهم وتحقيق حلم العودة والاستقرار وبسياق هذا التقرير نتعرف على تفاصيل أكثر اشتركوا في القناة أكو مغبرة بيتنا ونحن قاومنا بالدعش ونريد وما ريد دولة ما يجي يشيل من بيتنا يريد دولة منظمة يساعدنا هالمجمع هذا يسويها ويطلع من بيتنا لا كهرب لا ماء كل شي ما يكون مجمع ما يكون مني يجي يفود بيها وناس ناس بتشول ماكو بيت يروح بيها موسيقى موسيقى بصراحة هناك تقسير كبير تجاه مجمع العدنانية تلك المجمع اللي دافعت عن الوجود الإيزيدي في ثلاثة عاب عام 2014 ولكن عند تحريرها في عام 2017 أهملت من قبل القوات المحررة كونها كانت خطست بين أقضية وقرى ومجمعات الإيزيدية وبين قضاء بعاج فبعدما تحررت المنطقة من داعش أهملت كون لم يتم إزالة مخلفات الحربية فهذا كانت العائق الأكبر لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم في تلك المجمع وهناك تقسير حكومي مستمر تجاه القرى والمجمعات الإيزيدية مجمع العدنانية لا يوجد أمان في البيوت أكتر شيء مفخة وكل مدمر لا يوجد خدمات لا كهرباء لا ميت لا يمكن أن يرجع العدنانية وحتى الآن ولا أحد لا يرجع العدنانية أتمنى أن المنظمات الإنسانية حكومة المركزية يساعد هذه المجمع أو الدعم عمار شيء حتى الناس يقدر يرجع من المخيمات على بيوتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر